كمال الفرجان يقول فما استسئل لسؤال هذا وقال إنو سنينة برمج عمش جيد برمج كيف ما صار مع لطيفة لطيفة عميرو لما كانت شم برمج وصنينة وليتم برمج ولو تخيز قوت ما ينجمش يقبل يقول لك يجيني متين ملف أنا ولا أكثر من عرش قدش من ملف ما نجمش نقبل الناس الكل لا ما قولنا لوش يقبل الناس الكل أما فما بروجيات معروفينه باسمهم وفنانين قدمت الولادة اللي هو مطلوب البروجيات هذيك ويحبوا يسمعوه الناس ويستنوا فيه هو قرر هو ما نعرفش عليش قرر هو ولجنة الموقرة اللي معاه را روحي أنا في الافتتاح حقي را بش را روحي في الافتتاح راها كفكرة نحلم بيها زيدا حقي هذيك توا في المرحلة هذي لا قلت لك حمد الله ما خذيتش كارتاج أنا البرحي مرضتك يقص الميكرو على المرتضاء مرتضاء لفتتح اللي نحييه برشا ونباركله برشا ونحبه برشا مرتضاء ونحترمه فنين ذكي وعرف كيفاش يعمل ثنيته وطريقه ويخدم على روحه عليش يقص عليه الميكرو مارجين كارتاج را ايش معناها يقص عليه الميكرو هو خايبة في حقه عليش 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 ولا اللي يحكيه واللي هو صغير واش طلع ايش عليهم يزيمنا نضفرو الشيب باش نطلع على كارتاج مادامك ناجح يطلع على كارتاج مادامك ناجح مادامك مطلوب مادامك محبوب مادام عندك جمهور علي ناصف زيتون او صغير ماني وطلع على كارتاج لا ناصف زيتون ميسالش هذكا المرتضاء الفتيتي يوالي صغير ومزيل عليه كارتاج لالي يطلع الى اسوري ونس حافظت له غنيته الى ام بالبخزانس ام بالفوا يخدم في حاجة تشبه له عليش ما يخذش كارتاج يخذ كارتاج هاوخذك يخذو عن جدارة ويخذو وحده في وقم الاوقات وفرحولو برشا الناس فرحولو وبرشا الناس تنبيرو ورا الزكرا فامتا وتعطي في روح الحق ان هي تقيم هذكا وتقيم هذكا فامتا نرجعو الموضوعنا اميما انا دي ما راني نتبنى الحاجات عاطفيا زادة راه فامتا نعاود ونقول انا سيد فاضل جزيري عندي معها حتى مشكلة ذاتية مع اني انا عندي تحفظاتي على برشا حاجاتي خصوني انا كالوبنا ولكن فنيا ريت قالي العرض هذكا كان ينجم يعمل الفلوس هذو يعملوا مئة عرض اخر تونسي اشتركوا في القناة